بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر صوت الحق الهادر الرمز الكبير المجاهد عن قيم الإيمان المدافع عن قيم الجهاد آية الله نمر باقر كان ولا يزال علما من أعلام هذه الأمة هو اليوم قد تصدى لقضية كبرى في جزيرة يحوم حولها الظلم والفساد والإرهاب تصدى هذا الشيخ المجاهد فقيه الإيمان والجهاد وبطل العرب والمسلمين تصدى لقضية إعلان حقوق شعب البحرين بل شعب الجزيرة العربية في موقع لا يستطيع أحد أن يعلن حقوق هذه الأمة وحقوق هذه الشعوب إلا من خلال كلمة التصدي أمام السلاطين الجائرين في المنطقة وفاء له وتضامنا معه قوى الحراك الثوري في البحرين والمنطقة الشرقية تقيم أسبوع التضامن مع آية الله نمر باقر النمر من 11 إلى 17 يونيو 2014 شاركوا في هذا الأسبوع وفاء لآية الله نمر باقر النمر وفاء لقيم الإيمان وفاء لقيم الجهاد يشد جميعا بالقول بالكلمة بالموقف بالاعتصام ما يمكن أن نوفي ولو بالقليل من حقي هذا الفقيه العظيم وتحت شعار فقيه الإيمان والجهاد نمر باقر النمر ترجمة نانسي قنقر